اشتركوا في القناة النهاردة هنعاني مع بعض شوية عشان نختار عشر افلام وده لاني حتى هذه اللحظة ما عرفش ايه هم العشر افلام انا حقيقي ما عرفش ازا كان في عشر افلام المرة دي يا جماعة مش هنعمل الحلقة بتاعتنا بالترتيب المعتاد اللي انتو عارفينه اللي هو انظام انا بالفعل عملت الواجب بتاعي وذكرت وعرفت ايه هم العشر افلام وعرفت ايه هم الترتيبهم وبعدين ببلغكم به السنة دي هنعمل الموضوع بشكل مختلف شوية احنا هنختارهم مع بعض الناس كتير بتتخيل ان اللي بيعمل اي الطوب تن لأي حاجة في الدنيا دي بيبقى حط الحاجات على مقياس معين ووزنهم في الميزان وزبطهم وعملهم وبتاع عشان يطلع في الآخر بالايمة بتاعته واحتمال كبير يكون فيه ناس بتعمل كده بس انا مبعملش كده الاختيارات بتاعتي في الطوب تن بتبقى عملية مفضلة ومقارنة يعني بقول ان في حاجات حتؤهل للمكانة دي وبعدين بفضل ما بينها وما بين بعض بشوية طريق التفكير انا بقى هعملها معاكم عشان كده انا انا شايف ان الحلقة دي حلقة اختيار بص عالية اللي هو نظام انا هفكر معاكم ازاي هنطلع الايمة دي مع بعض وحنعمل التفضيلات واتمنى ان الطريقة دي تكون مختلفة شوية وجديدة شوية لان انا بحاول اجدد لو ما كانش واضح يعني ان انا بحاول اجدد وانها كمان تبقى بالنسبة لكم يعني يتلاقوا نفسكم دخلين في الاختيار وبتتحمسوا للمفضلة ما بين حاجة وحاجة وكلام زي ده فلاجل هذا الغرض انا حضرت الداشبورد دي زي ما انتم شايفينها كده فيها العشر مراكز بتوعنا هنختار مع بعض ونصنف مع بعض وبعدين نبتدي بقى نراجع عارف انت زي الطالب اللي بيخلص الامتحان وبعدين يقعد يراجع عشرين دي ايه اف اخره يبوز كل حاجة صح هو كان عاملها اساسا وفي نفس الوقت عندنا المذكرات بتاعتنا اللي بتفكرنا ايه هي الافلام اللي احنا شفناها السنة دي ممكن طبعا يكون في افلام شفتها وما عملتلهاش مراجعات ودي برضو هتبقى فقرة كده هنعدي بها نفتكر مع بعض ايه اللي ممكن يكون فات علينا وايه اللي ممكن يبقى له مكان في الايمة البداية بتاعتنا هتكون مع نقطة الانطلاق بتاعت الحلقة الممثلة السنة اللي فاتت حلقة افضل افلام في الفين وتسعتارش interactive. وعشان ابايين لكم قد ايه انا مخلص للتقاليد بتاعت الحلقة دي انا لابس نفس اللي بلبسه كل سنة في حلقة افضل افلام لسه. ايه بقى اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت? السنة اللي فاتت طبعا على فيلم الجchet لما كانتش سنة عظيمة كان عندنا انشغلات بحاجات تانية. والمعروض من الافلام والمسلسلات والحاجات اللي تهمينا عموما ما كانش جذاب كفاية بالفعل من انتاج عشرين عشرين انا متذكر ان هو عجبني جدا عجبني الابروتش بتاعه للقصة المعتادة بتاعة الرجل الخفي عجبتني العناصر بتاعة الاطارة عجبني اداء اليزابيت موس جدا فمش عارف انا حاسس ان انا عاوز ادخله الايمة وبعدين نشوف انا هحط دي انفيزبل مان معانا كده احتياطي من غير ما نديله ترتيب معين لغاية لما نشوف ونرجع لقيمتنا شوفنا لكذا دي بابل شوفنا اونورد وعجبنا اونورد ما بيظهرش في قيمة اي حد خالص بس انا شخصية انا احترمت اونورد جدا انا هحطه برضو هحطه برضو نبقى نشوف عشان تعرفوا بس الطريقة مش اي فيلم حطيته هنا معنا كده انه هيفضل معانا بس حاجات كده لغاية لما نوصل لمرحلة الترتيب ومرحلة الاستبعاد ده جنتلمن اه ليه لا اوكي ده جنتلمن بدون ترتيب معين برضو لحد اللحظة دي انا مش متأكد ان فيه اي فيلم من دول مؤكد انه هيدخل معانا او مؤكد حيتم استبعاده لو في حاجة متأكد منها حد ديها ترتيب مبدئي وبعدين نشوف جنتلمن بكل تأكيد مش افضل افلام جاي ريتشي مش افضل افلام ماتي مقوانا هي خصوصا بعد فترة النهضة اللي احنا كنا متصورين ان احنا هنمر بيها معاه بس يظل فيلم كان كويس جدا في بداية السنة ولو بالمقارنة فضل كده قدامي بقى حيخش في العشرة السنة دي سنة غريبة يا جماعة انا كل سنة تقريبا ببقى داخل عمل الايمة دي الفضلة بس سنة اللي فتت انا اكون تعارف ان دي ايرشمان من قبل ما ينزل اصلا ان هو لو طلع زي ما انا متوقع بهو اكيد افضل فيلم في السنة وكان وقد كان سنة دي كمان مرة لغاية دلوقتي انا معرفش مين حيتخل مين مش حيتخل لو اصلا وكان عشرين عشرين كان لازم حيتخل اكستراكشن دو اي دير اكستراكشن عشرين عشرين كان فيلم فريد في التناول بتاع الاكشن والدراما بتاعت الشخصية الرئيسية والمدرسة الجديدة اللي بيقدمها من خلال استوديو الانتاج بتاعهم حدخلوا الايمة المبدئية وبعدين نشوك بعد اكستراكشن دو بينات باتر فالكن تسعتاشر وبعدين تنت انا تمتد اني مدخلش تنت خالص بسرعة خليني ادخل تنت الايمة المبدئية طيب بناش تشده دي اما تتجننش علينا عمي مهدي انترا اخر يعني رايح تدخل الايمة المبدئية وصعبان عليك تدخل تنت ما انك غريب اوي صحيح ده الاس دانس ممكن اقول ان الاس دانس هو افضل حاجة في عشرين اعشرين ممكن اقول ان هو افضل فيلم غزب نعنين اي حاجة باد ايديوكيشن ودافايف بلودز باد ايديوكيشن ودافايف بلودز حيخوش معنا وحيخوش معنا متصنفين دافايف بلودز فاجئني جدا شخصيا والاداء بتاع ديل روي لندو حاجة يعني بس المشكلة ان هم على اخر السنة الناس بتنسى الاداءات دي شوف البوستر اصلا جامد ازاي واو كمان ده من الاداءات المسندة الهيلة لتشادوك بوزمن من اداءاته الوداعية باد ايديوكيشن انتاجيا بينتمل 2019 بس انا معتقدش ان هو تعرض في اي حتة في 2019 مهرجاناته بتاع لكن كعرض رسمي لا 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 كله في عشرين عملية تشريح الشخص الفاسد وعملية تشريح فريدة اقرب حاجة ممكنة للواقع واداء استثنائي من هيوت جاكمن ومن الاس نجاني برافا علي بصراحة بعمل شغل جامد برضو هلوه برضو الفكرة دي بتدينا فرصة ان احنا نعمل عملية حصاد للي احنا عملناه السنة ديو طبعا مش محتاجة افكركم تاني بقى ان زي كل سنة التقييم مش اساس المرة دي الاساس الرئيسي اللي بنعتمد عليه هو تفضلنا للافلام واستمتعنا بيه والحاجات دي كلها للامانة للامانة يعني المفروض اللي الايمة دي فكرته بافلام اتعرضت السنة ديوهو كالنسية يدوس لايك اقل واجب بقى بصراحة عشان الشغل اللي بتعمل ده شغل جامد موت احلى طويلة هنشوف فيه حاجات كتير طبعا احنا معناش عشر افلام هنعمل اي دي الوقتي ينسبتي عندنا مانك وسيتزن كين سيتزن كين من افضل افلام عشرين عشرين مانك اكيد ومانك هدخله مصنف كمان من الغريب السنة دي ان رغم مفيش افلام كتير لكن فيه اداءات تمثيلية كتير حلوة جدا منها بكل تأكيد داري اولدمند واماندا سيفريد وشارلز دانس في الفيلم ده لا فيه تمثيل فيش سينما بس فيه تمثيل مانك هدخله في رقم تلاتة لأ فيلم محترم ويستحق التأدير الكبير بكل تأكيد برضو الايمة دي ساعدة الواحد يا بيت تصبتي بقى ساعدة الواحد ان هو يقدر النيتفلكس قدمته لنا السنة دي على مستوى الترفيه بصراحة من غيرها الموضوع كان حيبقى صعب بعد مانك عندنا روز ايلاند ودا كول روز ايلاند ودا كول ايمة مبدئية يلا الحسن السنة خلصت اسلحة عامل ايه عامل ايه لما نيجي نعمل الايمة دي السنة اللي جاي ابقوا فكروني اوسع الحتة بتاعت الايمة المبدئية دي شوية عشان المنظر ده مش هلو غالص طبعا كل تأكيد فيها افلام مهمة ما اتفرجتش عليها لو قاعدت مأجل الايمة دي لغاية لما اشوفها مش هنخلص زي الفيلم بتاع مادز ميكلسن اسمه انادر راوند اعتقد زي الفيلم بتاع فرانسيس ماك دورماند في حاجات كتير يعني مش هعمل نفسي بريء ويبقى عندنا من ايمة المشاهدات جرين لاند متزودهاش متزودهاش صندوق ليسود وماله سول بكل تأكيد جوه الايمة جوه العشرة ساوندوف ميتل بكل تأكيد جوه الايمة جوه العشرة ما ريني مبدئيا تعالوا نقول ايمة مبدئيا سول ده فيلم جميل جمال يا جدعان افلام اللي طول ما انا قاعد عمال افكر فيها وعمال اكتشف ابداع وعبقرية فيها اكتر واكتر ولمفاجأة التزامن هو وساوندوف ميتل علموني السنة دي اهم درسين ممكن اكون اتعلمتهم من السينما في عشرين عشرين لان سول بطريقته الفريدة بيقدم مفهوم جديد لكيفية ان الانسان يعيش كل لحظة في حياته وساوندوف ميتل بيقدم مفهوم جديد وفريد لدرس جديد اصلا وهو القدرة على الستيلنس على الهدوء على السكون على خلق عالم عمره في حياته ما حيتخلى عنك في نفس الوقت مارينيز بلاك باطن بيعلمنا قلة الادب قالك اه ادواتك في ايدك اغنيك في دماغك اللي يكلمك ربع كلمة غزه على طول قالوا لها يا حجة يردكت جبلنا واحد ما بيعرفش يغني وتفرديه علينا بالعافية قالك يرديني وحطت ضرب وعايز اقزات الكوكاكولا ايمتنا حتى الان فيها زربيح افلام منتظرة تشوف اذا كانت حتدخل ولا لأ فيه خمس افلام بكل تأكيد دخلوا لكن الترتيب بتاعهم مش نهائي دلوقتي عاوزين نشوف لو فيه افلام اخرى المفروض تكون موجودة معانا يا اما بكل تأكيد جوة يا اما في قايمة الانتظار قبل ما نبتدي الخناء حاولت اوعيد ترتيب افلام قايمة الانتظار عشان تبقوا شايفينهم في معانا بقى حاجة انا كنت شايلها من ساعة لما اختبرتها وعارف ان حييجي يومها ودلوقتي احتمال يكون يومها وهي الافلام اللي شفتها في مهرجان الجونة عدد معقول من الافلام العالمية من انتاج عشرين عشرين ليها اهمية كبيرة نفست في مهرجانات كبرى من جنسيات مختلفة ومن مدارس مختلفة وفيه فيلم واحد منهم اكيد هيخش في قايمة العشرة ويمكن يفاجئنا قاوي وفيه افلام تانية مش متأكد بقى محتاج افتكرها معكم دلوقتي وعارف اذا كنت حدخلها معنا ولا لا فيه The Furnace بتاع احمد مالك مش متأكد Never gonna snow again محترم قاوي بس مش جونة 200 متر الفيلم الفلسطيني هدخله ايما مبدئية وبعدين نشوف The Man Who Sold His Skin لأ In Between Dying Definitely لأ Wife of a Spy أكيد لأ ميكا لأ Kuvadis Ida فيلم البوسني هيخش معنا في العشرة وبقول كمان مرة ممكن يفاجئنا Under the Stars of Paris ولا يفيلم محترم جدا بس لا مش جونة برضو Falling بتاع فيجو مورتنسون بس للأسف برضو مش جونة قاوي بتاع قانون الشقون الاجتماعية بتاع انجلترا ده فيلم حلو جدا ومهم جدا بس واخد سكة أريده حلا شوية بتاعت اللي هو نظام استيقظ أيها المجتمع وكده يعني فيلم وثائقي مهم بس برضو لأ وثائقي مفاوض ندخل معنا لأفلام اللي هو ثائقية مش عارف مش هستبعد بس خلال ما مفاك فآه اللي حدخلهم معنا من مشاهدات مهرجان الجونة هم كوفاديس ايدا وانتين متر كوفاديس ايدا يا جماعة بيحكي عن حصار سربرينيتسا في منتصف التسعينات فيلم يجيب كوابيس يجيب كوابيس رسمي يعني وبيتناول القصة من خلال مترجمة موجودة في المعسكر بتاع الأمم المتحدة والحرب دي أو الحصار ده يا جماعة لما تقروا عنه ممكن يجيلكم صدمة في انكم مستحيل تتخيلوا اللي بتقروا ده حصل ازاي ازاي في ظل وجود القوات بتاعت حفظ السلام ازاي ممكن يكون جارة تتفرج على الفيلم ده تعرف ازاي وتتصدم ويجيلك كوابيس ومنظورك للبشرية كله يتغير فيلم فيلم مبدع ومؤلم لو في حد ما شافوش ومتصور ان كتالوج مشاهداته العشرين عشرين اكتمل لا يدي له فرصة لسه عارف دلوقتي حالا كمان ان هو اللي حيمثل البصنة في المنافسة بتاعت الاوسكار لافضل فيلم اجنبي اعتقد انه حيبقاله فرصة ومتين متر الفيلم الفلسطيني من اخراج امين نايفة على فكرة الحاجات بتاعت مهرجان الجونة دي يا جماعة على صفحة فيلم جامد على فيسبوك هتلاقوا في عدد من الفيديوهات اتكلمت فيها عن الافلام دي اول ما خرجت منها على طول ومتين متر فيلم هايل ممكن تتخيل انه بيدور عن حاجة هاي كونسبت ولكن هي اللي بيعيشوا الفلسطينيين في الظروف بتاعت ابطال الفيلم كل يوم تقريبا الحرية والعائلة والحياة الطبيعية اللي قدامهم وبيمدوا قديهم عشان يمسكوها ومش عارفين زي ما قلت امتين متر معانا جوه العشرة اعتقد انه اكيد يا حقيقي فيلم هاي كده حتبقلنا لفة اخيرة هعملها في جوجل بقى علشان اتأكد ان مفيش فيلم ممكن اكون شفته المفروض يكون موجود جوه لأي موفات علي ان انا اختاره وهي لفة بلدي بقى حنكتب موفيز اوف عشرين عشرين انا اتصور نواحة يجبهم لنا مترتبين بشكل او باخر حسب الاهمية حسب اي حاجة كان نفس اشوفه ما شفتوش للأسف ده وي باك عشرين عشرين واو شفتوش برضو الغد دلوقتي بهزر انا بهزر كان نفس اشوفه ومنزله كمان الحقيقة بس ما شفتوش يعني عندي معاه اعتراض كان نفس الحقيقة لاي حاجة ترتقي وتخترق الحواجز ده وتظهر معنا بس ما اعتقدش ده ترايل اوف تشيكاجو سيفن ينهر يسود عليا ينهر يسود عليا مش قادر اصدق ان انا كان ممكن انساء يا لهوي فيلم جميل هايل تطور مرعب لآرون سوركن في مقعد المخرج خصوصا لما راح بنفسه لمنطقة رحته لمنطقة ثقته اللي هي الدرامات تاعة المحاكم ساتشا بارون كوين كويس جدا بس مش افضل اداء بالنسبالي في الفيلم ايه دي ريدمين قبلته ودي اقصى درجة ممكن اوصل لها معايا بس نجمل فيلم الحقيقي في رأي جيرمي سترونج اداء للتاريخ وجوه الليستة بكل تأكيد يمكن يعملها انا يتيقلي كده خلاص ما اعتقدش ان انا ممكن اجيب حاجة من بره الليستة دي تدخل السؤال دلوقتي هل انا متأكد من ان التمانية اللي جوه الليستة لازم يفضلوا جوه الليستة هل انا متأكد دي مرحلة الزن الفكرية اللي كلنا بنوصل لها وانتو ما بتشوفوش عنها اي حاجة فانتو دلوقتي بتتفرجوا على كواليس الهبل طيب انا حداخل روز ايلاند يا جماع حداخل روز ايلاند لكونوا افضل اخاف في فيلم في عشرين عشرين تعالوا نقول كده لان روز ايلاند فيلم خفيف اه طبعا بيدعو البعض الرسائل والبعض المفاهيم والبعض المبادئ المعقدة جدا المتعلقة بالحرية والامور دي كلها ولكن في النهاية هي اجواء كلها من اول لحظة لاخر لحظة اجواء خفيفة وانا شخصيا استمتعت جدا بمشاهدته واتمنى ان لو حضراتكم شفتوه تكونوا استمتعتوا بيه لما كنتوش شفتوه تدولوا فرصة ايه هي نوعية الافلام اللي ممكن تكون مش موجودة معنا يعني كوفاديز ايضا ده فيلم يعتبر تاريخي يعتبر حربي يعتبر مأساوي سول رسالة جميلة من خلال طريقة وجودية في التناول مانك كواليس السينما ساوند اوف ميتل عايزة سميها كاركتر ستادي بصراحة مش عايزة اقول انه هو فيلم بيدور عن اعاقة او كلام زيادة لان دي مجرد بلوت بوينت مش هاي الموضوع The Five Bloods فيلم حربي حقوقي انساني اكشن الاكشن اللي فيه هيل جدا بادي ايديوكيشن قصة حقيقية عن حدسة فساد مرعبة متين متر وقعنا العربي لازم يكون له تمثيل اعتقد The Trial of the Chicago 7 هيتحرك على فكرة في الترتيب تاريخي محاكم دراما روز ايلاند هو الممثل الخفيف عندنا ما اعتقدش ان فيه اي فيلم تاني ممكن يكتسب هذه الصفة الا يمكن The Gentleman شوية اصل الاجواء الحربية لها تمثيل عندنا يعني عندنا الموضوع مش مستهى لكتر من كيف فاعتقد ان برة فكرة العلاقة ما بين الاخوة دي من المرات القليلة بتنزل لنا فيها على الارض بتقدم دراما ممكن يتقال عليها دراما عائلية اعتقد انه برة انا متأسف يا تينت دي ابعد نقطة حتوصل لنا فيها نولن يا حبيبي عد لعقلك عد للاصالة عد للبساطة عد للفضاء يا اخي محدش زعل منك لما كنت في الفضاء مافهمناش حاجة بس انبساطنا ادخل مارينيز والناس تقول عليها قبض احنا عندنا كم فيلم من نيتفليكس في الموال ده عندنا مانك وعندنا The Five Bloods وعندنا Rose Island وعندنا The Trial of the Chicago 7 HBO ليها تمثيل Amazon Prime ليها تمثيل ديزني والسينما العادية زي الناس يعني ليها تمثيل والسينما العربية ليها تمثيل تحس اني بقيت عمل زي اتحاد الكورة بوسع قعدة المشاركة لا بقولك يتحرك بقى احنا هنقعد محترين في دي ده احنا لسه مرتبناش طب انا قررت ان الفيلم اللي حيدخل هو The Invisible Man شفته قريب في التلفزيون على OSN واستعدت كل نقاط التمييز بتاعته حقيقي كفيلم اثارة كفيلم تشويق كفيلم بينتمي في بعض لحظاته الاجواء الرعب كاداء تمثيل الشخصية رئيسية لا يستحق يكون موجود وكمان مرة علشان الاختلافات اللي ممكن تطلع من الموضوع ده انا ما عنديش حاجة مفضلة بشكل واضح ما عنديش حاجة مكروهة بشكل واضح الايمة السنة دي قريبة جدا من بعضها ومش متشدد لاي فيلم على حساب الاخر ولا فيه فيلم ساب معايا مخزون فارق كتير قوي عن بقية الافلام وانا بتكلم جوة العشرة او جوة المعرفش كام عشرة تراتاشر 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 من الافلام الاوليلة السنة دي اللي عوز تشوفها مرتين ده موضوع كبير باد ايديوكيشن ومتين متر لأ باد ايديوكيشن متين متر ومتين متر انا مستقرة على دول كده الفكرة بقى لو في حد من دول وقع وابتدى يكل في دول صعبة شوية بس فيلم جميل انا انبسطت به جدا بس فكرة ان الفيلم اللي خليك تواز تشوفه مرتين دي كارت حريت كارت ياكل جامد في الايما sound of metal لأ sound of metal فلم طلعت منه متعلم حاجة عن الحياة جماعة موضوع مش صغير mank ولا sound of metal mank ولا the trial of the Chicago 7 تعالوا نتفق ان the trial of the Chicago 7 ممكن يكون ممتع اكتر في المشاهدة يعني تجربة مشاهدته اكتر امتعا مع احترامي الكامل لابو فنشار الجامد بس حتى الفيلم ده اصلا متحسش انه هو بتاع فنشار قوي mank ولا the five bloods لا mank يبقى احنا كده من خمسة مستقرين soul ولا sound of metal داام سؤال صعب سؤال حرج الفيلمين اللي اصروا على حياتي مش مجرد على تجربتي مش مجرد على المشاهداتي اصروا على حياتي يا جماعة انا بفكر فيهم طول الوقت حنتصر ل sound of metal بس عشان العنصر بتاع ال performance يعني sound of metal فيه اداءات تمثيلية متفردة اعتقد حنشوفها في موسم الجوائز وانا مش عايز اتكلم عن موسم الجوائز النهاردة مش موضوعنا خالص كوفاديس ايدا اللي نزل البراشوت على رقم واحد كده فاتح كلام كوفاديس ايدا ولا sound of metal sound of metal اعتقد كده الا لو حصلت مفاجأة sound of metal استقر كافضل فيلم انا شفته في 2020 كلوا بالكم من صياغة الجملة كافضل فيلم انا شفته في 2020 لا يعني بالضرورة ان هو افضل فيلم في 2020 كل ده في الاخر حسب رأي اي انا لو ينفع كوفاديس ايدا ولا سول سول تفرجوا على الفيلم ده يا جماعة دوله فرصة انا مش مختاروا ارنانة والله لما تتفرجوا عليه هتفهموا قصدي كوفاديس ايدا ولا the trial of the chicago second لا كوفاديس ايدا ايمتي 2020 يا جماعة هو ده الموضوع خلاص بس يا جماعة دي كده ايمتي اكيد في مرحلة ما من مراحل الحلقة الايمة دي كانت قدامكم فضية ولا تشغلوا بالكو حفضيها لكو تاني اه هي يا جماعة الايمة فضية هي تاخدوا سكرينشوت كده وترشاؤوا افلامكم واتجوني على تويتر وانا عمل لكم ريتويت ونولع الدنيا النهاردة ان شاء الله بالقوايم بتاعتنا لافضل افلام عشرين وعشرين هاخد لكم بوست كمان على اساس ان انتو تعملوا الايمة بتاعت عشرين وعشرين وانا مبدئيا كده موافق عليها بصوا او ابص الفوق اكتر كاني منبهر او كاني مصدوم او كاني رافض بس يا معلم خد السكرينشوت اللي انت عاوزها ورشأ افلامك اعتقد كفاية هيفعل حد كده كل سنة وانتو طيبين حلقاتنا مكملة لسه في افلام في عشرين وعشرين ان شاء الله هنعمل لها مراجعات قبل ما نبتني نخش في اجندة عشرين واحد وعشرين الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي